طبعاً عايزين نتكلم عن أداء النهاردة الزمالك أداء فيوتشر في مرش النهاردة وكمان عايزين نستعرض برضو تحليلك لأداء بعض اللعيبة هنستعرضهم كده بشكل سريع بس قبل الاتنين دور عايزين نتكلم على الكونسبت أو المفهوم بتاع محلل الأداء تمام في البداية لازم نقول إن كرة القدم في العالم اتحولت لصناعة الصناعة يعني ماركتينج يعني فلوس يعني عشان تتسوى لها بشكل كويس لازم تكون منتج متكامل زيها زي بقية المنتجات اللي بيتم من صناعاتها عالمياً وقبل ده كله تحولت لعلم مش بس تحليل الأداء هو اللي أصبح حاجة جديدة في كرة القدم بالعكس تحليل الأداء أصبح دلوقتي حاجة قديمة شوية إن المدربين في الأجهزة الفنية بتاعتهم بيستخدموا ناس متخصصين في الضربات السابتة عندها يجبير في أوروبا زي أرسنال زي توتنهام زي ريال مدريد غيره وغيره كلهم يجيبوا مدربين متخصصين في الضربات السابتة يعني عدوا لك فيEN بيجيبوا بالتخصصين في رامات التماس بس دول بيجيبوا زي بارتايم تقريبا زي الليفر بول تقريبا وشوفنا قد إيه إيه إن الناس دي بتقدر تستفاد من الحاجات دي وفي المستقبل انت النهاردة مثلا الزمالك الزمالك على سبيل المسال انت بتقرن اللي بيحصل بره بجوه احنا بدأنا نستفاد من القصة دي الزمالك في الفترة دي اخر تقريبا تهت ماتشات سجل من اربع عداف من ضربات سابتة الكلام رايح في الاتجاه ان الزمالك فيه واحد من تيم محللين اداء متخصص في السيد بيسيز وشوف انت النهاردة استفاد قدي استفاد النهاردة جاب جون وفي ماتش ابو سليم جاب جون وفي ماتش تقريبا برمد نفس القصة فشوف على المدى البعيد انت نفسك الارقام نفسها بتاع الفريق بتستخدمها بشكل كبير ازاي زيها بالضبط كتحليل اداء تحليل اداء حاجة مهمة جدا واصبحت جزء لها تجزأ من منظومة كورت القدم ومن التكنيكال تيم بتاع المدير الفني لو انا عايز ابقى محلل اداء بيبقى فيه مثلا كرسات فيه برامج تدريبية عشان نكون محلل اداء بمثال حاجة يسمي معتمد او غير معتمد لان مزاي روخص تدريب الموجوده دلوقتي في العالم انت دلوقتي عشان تبقى مدرب بتاخد روخص خاصة بالاتحادات والاتحادات القرية والمحلية او غيره انما تحليل الاداء في البداية هي موهيبة موهيبة موجودة لها كورسات اه موجودة الكورسات بتاعتها منتشرة في الماكن كتير برشلول هنا نفسه وفر الكورسات بتاعته واندها كتير في اوروبا وفرت الكورسات بتاعته بتتاخد بمقابل مادي اونلاين او بيبقى حضوري في الاخر. بس طبعا في البداية هي حاجة خاصة ان انت تكون راجل مهوب في القصة دي. عندك عين بتقدر تشتغل على المقطة دي بشكل كويس. بس